وعايزة بقى أعرف ده حصل بجد ولا لأ يعني حصل إنك تأثرك بالطب ومشاهد شفتها أنت اشتغلت في الطب بسنين مش كده؟ آه بس مش طب إكلينيكي أنا الحقيقة لما دخلت الجامعة وكلية الطب الحقيقة أعرفت يمكن من سنة تانية تالتة كده إن أنا مش هكمل في الطب الإكلينيكي لإنه في حاجتين ما بقدرش إن أنا استحملهم على المستوى الشخصي اللي هم القلم إنك تشوف بني آدم بيتقلم قدامك ممكن على فكرة دي حاجة تبقى موجودة أو مش موجودة وش عب تكتسبها كمهارة يعني الألم والدم يعني دخلت العمليات مرة واحدة بس في حياتي في سنة رابعة وسعيتها ما دخلتهاش تاني أبدا لذلك؟ على الإطلاق يا دخول أنت كنت معيد كنت معيد بقى في قسم صحة عامة كان قسم أكاديمي تدريس في الجامعة وده اللي خلاني يععد حوالي خمس سنين كمان لحد محضرت يعني كنت في ستيب تو ماجستير وبعدين لقيت إنه برضو مش مكان يعني حسيت إنه مش دال يعني اللي أنا عايزة وصل له خالص طبعا كنت بالتوازي مع ده منه أنا طالب في الجامعة كنت بكتب محاولات اتنشرت في أماكن كان حلمي أكتب للشاشة طبعا تأصغر مراسل في مجموعة كل الناس ده زمان قوي ده يمكن لما كنت طفل صغير كنت 12 سنة وكانت الحقيقة بعد في جواب الدكتورة هالا سرحان ولما قبلتها حتى كلام ده من كذا سنة من خمس أو ست سنين فكرتها بالقصة دي وقالت لي آه طبعا ونشرت فعلا وكان حلمي بالنسبة لي يعني كنت لست في إعدادي مثلا عارف أنا ليه كنت عاوزة سؤالك عندها لأنه فكرة الفرص الصغيرة اللي الواحد بياخدها في بداية حياته ممكن تغير مصار حياته والله مش كده وبس هو كمان بتبقى زي إشارات أو علامات يعني أنت برضو أنت في سنة صغيرة قوي كده وتلاقي نفسك في وسط مجال بعيد قوي وحاجة يعني أنت نفسك مش عارف ده بجد آه ده مش ده بجد ولا مش بجد برضو لما بيحصل ده في سنه صغير بتحس إنه لا ده الطريقة يعني أظن إنه ده ده اللي وصلني في سنه مبكر يعني